أعلن الجيش السوداني في بيان صادر عنه أنه سيستمر في التصدي لما وصفه بالعطوان الغاشم من قبل قوات الدعم السريع وقال الجيش السوداني أنه سيمارس واجبه الوطنية والدستوري في حماية البلاد وكانت مواقع إخبارية ووكيلات عالمية أشارت لأن هناك مزاعم حول سيطرة قوات الدعم السريع على مقر رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان والقصر الرئاسي ومطار الخرطوم ووقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومروي ومن جانبه أكد الناطق باسم الجيش العميد نبيل عبد الله إن مقتل قوات الدعم السريع هاجموا عدة معسكرات للجيش في الخرطوم ومناطق متفرقة في السودان والجيش يؤدي واجبه في حماية البلاد نافيا ما يتم تداوله بشأن سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة على مطار مروي ووصف ذلك بأنه محض إشاعة ونوع من الحرب النفسية وأوضح الجيش السوداني أنه يفرض سيطرته وهيمنته على كل القواعد والمطارات مشيرا إلى أن القوات ما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستورية ترجمة نانسي قنقر